أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسقطان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تغتر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من ماله من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برسق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمغجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شئ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنبرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطأتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا من أقطار السماوات والإنس لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشطت السماء فكانت وقتا كذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من اسكبرق فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان للطاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل وارمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف حطر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام